الله يشاهد علي يا رامي عيسى من يوم اللي انا دخلت يعني دين كوم دين السنة مذهب النفس المطمئنة ويعني صارت عبادتي مخالصة لله عز وجل انا نفسي مرتاحة حاليا ويعني احس كأنه اليوم انولدت من جديد لان احس عبادتي صارت خالصة لله من دون شرك من دون شركيات ايه والله واتمنى للعراق كلهم يسمعوني دائي وصوتي وان يتفتحون شوية ينجذبون يعوفون الخضوع والذل للمشايخ والسادة اللي ملت بطونهم وجيوبهم من اموالنا وحكمت هس الشيعة بالعراق قاي السنوات كلها من السقوط الى يومنا هذا ما شفنا منهم اي شيء اصلاحي غير ترس جيوبهم ونهب خيرات العراق مو هاي حكومة علي ابن ابي طالب اللي احنا متوقعين هذول كذب وعلى الامام قالوا له نحن انصار اليك ما في دين مثل مذهب ابناء السنة والجماعة مذهب النفس المطمئنة اشكرك اخي رامي عيسي وقللك استمر بنشر هاي المقاطع وفضح هاي المعممين اللي يخدعونا على المنابر طول هاي السنين كل ما تسأل واحد سؤال جاي يشرد ويهرب وهذا يعني دليل على ضعف عقيدتهم استمر ورفع الله مقامك وعلى الله شأنك وعلى الله صوتك ان شاء الله وان شاء الله هاي هدايتنا عن طريقك ان شاء الله وعن طريق هذا النشر الجميل اي والله واجر المهتدي اجرين فانا ادعو اخواني يعني شيعكم كلها تجري وراء مام شيطان عليه واللي يصير سني مو معنا تعاف اهل البيت لا بل تمسك باهل البيت لان هاي السنة ما يقولون ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يجمع لبيت الامام علي عليه السلام علي هذا الانسان اللي شجاعت ما تنصف امير المؤمنين بل حسن علي حفظ يعني السنة يعني كلامه طيب حق امير المؤمنين مارك الله بيك شيخ رام عيسى واستمر بالنشر